وحول آخر التطورات مشاهدين حول الواقع السياسي وكذلك المعيش والاقتصادي الذي ألم ببيروت بعد فاجعة الأمس ينضم إلينا من هناك سيد لقمان سليم المحامل السياسي صباح الخير أستاذ لقمان في البداية تعزين طبعا لكم ولكل الشعب اللبناني صباح سيدتي أهلا بك هناك بعد يعني طبعا الكل كان منذ الأمس أحد لم ينم في لبنان حقيقة الكل كان يتابعا كثب ما يحصل الكل كان مرتبك متفاجئ لكن صباح اليوم التحليل سيأخذ مأخذ أكثر جدية لمتابعة ما الذي حدث وما هو بشأن هذا المستودع للأسلحة المصادرة منذ العام 2014 لماذا كل هذه السنوات هذه المواد شديدة التفجير محاصرة في مرفأ بيروت نعم تماما كما تتفضلين يا سيدتي وكما نقول يعني ذاب الثلج وبان المرج ودعينا أولا نتوقف بعض الشيء عند وصف المشهد إن كان من تشبيه يمكن أن يستعمل في هذه اللحظات فهو خراب البصرة للحديث عما ألم ببيروت بالأمس بيروت اليوم ليست مدينة منكوبة فقط ليست مدينة حلت بها كارثة أخشى ما أخشاه بناء سواء على الوصف أو على المشاهدات المباشرة أن بيروت لن تتمكن من القيام من ما أصابها بالأمس قبل سنوات عديدة فنحن لا نتحدث فقط عن مئات المفقودين وأقول جيدا مئات المفقودين الذين ما يزال البحث جار عنهم بشهادة وزير الصحة القتلى الجرحى الدمار ولكن الآن وقد بدأنا ننظر إلى الأمر بشيء من برودة الأعصاب علينا أن نتنبه إلى أن مثلا مرفأ بيروت كان يشغل الآلاف من المواطنين سواء في مهن يدوية أو كانوا من أصحاب المؤسسات وأننا اليوم أمام الآلاف ممن فقدوا أعمالهم وممن لا أمل لهم في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المنهار أصلا في أن يعودوا إلى سوق العمل فنحن أمام خراب عميم لست أدري كيف يمكن للبنان في ظل هذه الحكومة وفي ظل السياسات التي تتبعها هذه الحكومة أن يخرج منه هذا على مستوى العام سيد لقمان كيف قرأت صريحات حسان دياب بالأمس يعني هو قال دعونا الآن نركز في لملمة الجراح والكل سيحاسب يعني إجمالا كيف قرأت ما صرح به يعني في الحقيقة لم تخرج قراءتي عن القراءة التي اعتمدها الكثير من اللبنانيين واللبنانيات وهي أن ما جاء على لسان السيد حسان دياب كان دون الحدث ودون التحدي وذلك لسببين على الأقل أولا أنه لا تاريخ محاسبة في تاريخ لبنان يعني لا سابقة محاسبة في لبنان لم نشهد محاسبة على ما هو أدنى وعلى ما هو أوضح مما جرى بالأمس وبالتالي فأن يعيد حسان دياب اللبنانيين بمحاسبة المسؤولين يعني يبقى كلاما دونه الكثير من الشكوك الأمر الثاني وهو الأهم وهو السؤال التالي هل يمكن أن تحمل مسؤولية ما جرى لمجموعة من الأفراد أم إن المنظومة السائدة هي المسؤولة أظن بأن أي محاولة لتقزيم ما جرى وتقديم مجموعة أضحيات للشعب اللبناني على أنهم مسؤولون عن ما جرى هو محاولة لحرف الأنظار بأن الكارثة التي حلت بالأمس ما كان يمكن لها أن تقع لولا منظومة الفساد المافيوية ولكن المحمية ميليشيويا هناك فساد راسخ وليس فسادا أخلاقيا فقط من قبل فلان أو فلان هناك فساد سياسي وفساد أمني وفساد قضائي وفساد طائفي كل هذا المجموع